موسيقى السلام عليكم اليوم عدنا كوسلا ماركت تام احد الاصدقاء رسالها اليه يقول ان مشكلتها بيها شرارة قوية سنركبها على الكهرباء ونفحصها ونشوفها موسيقى مثل ما رأينا على شرارة قوية سوف نفرها بادينا نسمع صوت تقطجة لن يوجد مشكلة بالكموتاتر نفتحها و نشوف رسول عقصة نضيف عقصة 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 نضيف مبكة لا ترف صحيح على المقام بداية او اول مرحلة ارتفاع جدا قليل ولكن اثر على المقام لا بضبط المقام نضيف حضور الفرة المترجمات 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 اشتركوا في القناة 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 شفيرا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لدينا واحد من الملفات بمشكلة ايضا بمشكلتين مشكلة قطع الملفات اضافة لدينا واحد من الملفات ايضا بمشكلة شكل الكويل سليم لا يوجد مشكلة لاحظنا اثار من الملفات الملفات مضروبة سوف ننتج الدخول الحصن الناعم الى الكوستر وذلك يضرب الملفات نحاول نستخرج البيانات ولكن هنا موجودة مادة الاسقة لاحظنا نحدد نحاصة البداية اول شيء يجب ان نشغل هذه المادة الاسقة سوف نقف ان الملف الاخير اينا يربط في اينا حاصة يربط سوف نستخدم هاي فوتش اسي من ناعمة حتى نزيل مادة الاسقة استخدم نظارات لحماية العين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الاسلاك اصبحت وارخ بها التنظيف قبل ان نحدد الميت نعرف ان هذا النوع يبدى مفرد او مزدوج نلاحظ من طبقة الاخيرة اصغر من الطبقة القبل الاخيرة يبدو مفرد وانتهي مفرد نوعه على الطبقة الاخيرة يعتبر اول مجرى مساء اللف اتجاه اللف معقها بالساعة نتبع السلك الاخير اليو هذا اذا هذه النحاسة البداية هذا هو الميل اذا قبل ان نحدد الميل نرى المجرى قابل نحاسة او فراغ المجرى قابل نحاسة نحدد الميل الميل الامامي متقدم ثلاثة هذا صفر واحد اثنيا ثلاثة صفر واحد اثنيا ثلاثة اذا الميل الامامي متقدم ثلاثة بعد ما استخرجنا الميل نستخرج عدد اللفات نقبل الاملتر بهذه الشكل طبعا هذه المطبقة شناها شنا المادة اللاسقة باستخدام فرش السيم وهذه الطبقة الاخيرة سنستخرج عدد لفاتها نحسب عدد اسلاك واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة اتعاش 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 خمسة عشرة ستعاش لفة طبقة الاخيرة بس هذا مو يعتبر تأكيد من ستعاش لفة في بعض الشركات ستكون الطبق اول طبقة تكون اكثر من الطبقة الاخيرة فنتأكد اكثر عندما نقطع الاملتر ونستخرج المجاري ونحسبها ونقسمها على اربعة يطلع عندنا العدد الصحيح للطبقات فهذا ما يعتبر صحيح لازم نتأكد بعد اكثر بعد استخرج المجاري نستخرج القطر اربعة وثلاثين اربعة وثلاثين اهنيكيش تسعة وعشرين بعد ان نضيف الارميتر واستخرج المجاري حلقنا احد المجاري ونحسب العدد عشرة وعشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين ثلاثين 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 تقسيمة اربعة يطلع عندنا ثمنتعش لفة اذا عدد اللفات الصحيح هو ثمنتعش وعصة ستعش لذلك ما يصبح نعتمد على الطبقة الاخيرة ممد على الناس غير طبع التنظيف اذا初77 هنا ا Load بلاسيكية التنظيف وهزيلة إذا قمت باضافة عوازل اسلاك بديل لها هذا aqui لازم لازم ناخد بيانات الوقت الخارجي والداخلي والاضطفاع والعمق بعد تثبيت الكوموتيتر الجديد نحضر بيانات اللف هذا اول مجرى مسار لف اليميل اليسار تجاه لف مع قرب الساعة الميل الامامي متقدم ثلاثة صفر واحد اثنين ثلاثة هو هذا الميل صفر واحد اثنين ثلاثة صفر اثنين 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 انتظار اثنين هذا الجانب تابع للحصروف いき اثنين اثنين ملح اثنين اشتركوا في القناة 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 . . . . أتمنى لف طبقة في الجانب الأول ننتقل للجانب الثاني اللف طبقة واحدة فقط في هذا الجانب نرغط محاصلة الجانب الثاني هذه نحاصلة البداية في الجانب الثاني وهذا هو المجرى بداية المجرى في الجانب الثاني سوف نلف طبقة واحدة فقط واحد نية ثلاثة أربعة خمسة ست ساعة عشر لف ساعة عشر لف بها ساعة عشر لف بهذه المجرى ملتقى بالطبقة واحدة في الجانب الثاني نتقبلها للجانب الأول المجرى الثاني هناك طبقة واحدة هنا نلف طبقتين نحن نهاية السلك الجانب الأول سوف يأتي إلى المجرى الثاني على المجرى الثاني نحسب منها ثاني نحن نحن نقوم بكل 10 لفة طبقة واحدة ثاني و نكمن طبقة ثانية أكملنا 11 لفة أول طبقة نأتي للبط هذه هي النحاسة بعد ما ربطنا النحاسة نأتي نرجع للمجرؤة الثانية ونلف طبقة ثانية في نفس المكان أكملنا 11 لفة في مجرؤة الثانية في مجرؤة الثانية نضغط بالنحاسة في هذه النحاسة بعد ما ركملنا طبقتين في مجرؤة الثانية الجانب الأول ننتقل إلى الجانب الثاني الجانب الثاني أيضا ثم نحنلف طبقتين في الجانب الثاني 1 2 3 4 5 6 السلكي يدخل هنا ثم نقوم بالنحاسة ونقوم بالنحاسة ونقوم بالنحاسة هكذا بل هذه النحاسة بعد ما نبطنا بالمحاسة نجي الى المجرى الثاني نفسه قصة المجرى اللي هو مجرى الثاني للف طبقه الثانية قصة المجرى الثاني للف طبقه الثاني للف طبقه الثاني للف طبقتين في مجرى الثالث 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 وأرجع الثالث يكمل طبقة واحدة في مجرى الاول طبقتين في مجرى او اثنين طبقتين في مجرى ثلاثة طبقتين في مجرى اربعة طبقتين في مجرى خمسة طبقتين في مجرى ستة اخر شي وصلنا له طبقة اخيرة واحدة في هذا المجرى لهذا سمي اللف يبدأ وينتهي مفرد يعني الطبقة الاولى والسابع مفرد والطبقات من 2 إلى 6 طبقات مزدوجة حاصلت الأخيط في نهاية الجانب الأول من الجانب الأول نحلط طبقه في هذا المجرة طبقه واحده طبقه واحده فقط واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة نحلط طبقه واحده اكملنا الطبقه أخيره سنربط بالنحاسة نربط بهذه النحاسة نربط بهذه النحاسة نربط بهذه النحاسة ننتقل للجانب الثاني وهي سلك نهاية الجانب الثاني سنربط طبقه أخيره عنهاية ملفه غم ستة مجرة غم ستة نربط طبقه أخيره في هذا المجرة السابع واحدة ثلاثة أربعة خمسة ستة نربط طبقه أخيره 18 لفة طبقه واحده واخيره سنربط بهذه النحاسة سنربط هذه الحاسة الأخيرة اكملنا الطبقه أصبع حتى نصر ملفات من أغطاء أو حزن حتى نصر ملفات من أغطاء أو حزن ملفات من أغطاء أو حزن من الأخرى سنربط طبقه أخيره وستطع سيد متى سنربط طبقه اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة